كل يوم تتكشف حوادث جديدة حول انتهاكات القوات السعودية في اليمن محافظة المهرى شرقي البلاد باتت مسرحا جديدا للانتهاكات والتعذيب والسجن منظمة هيومان ريتس ووتش قالت ان القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة منها ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد اليمنين في محافظة المهرى منذ يونيو 2019 شاملت الانتهاكات الاعتقالات التعذيب والاخفاء القسري والنقل غير القانوني للمحتجزين الى السعودية وبحسب المنظمة فان سكان المحليين اكدوا ان القوات السعودية اعتقلت بشكل تعسفي متظاهرين كانوا يحتجون على وجودها في المحافظة اليمنية بينما قال محتجزون سابقون انهم عذبوا في مرفق احتجاز غير رسميا في مطار المدينة يشرف عليه ضباط سعوديون عائلات المحتجزين قالت ان القوات السعودية اخفت قصرا خمسة محتجزين على الاقل لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة اشهر بينما نقلوا بشكل غير قانوني الى السعودية ولم تقدم معلومات عن مكانهم نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة قال ان الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة هي امر مرعب يضاف الى قائمة الاعمال غير القانونية التي ارتكبت ان السعودية تضر بسمعتها بشدة لدى اليمنيين عندما تنفذ هذه الممارسات التعسفية وتمر دون حساب